افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم شلال خورفكان ضمن سلسلة الأعمال التطويرية في المنطقة الشرقية كما افتتح سموه مدرج خورفكان وقام بجولة في المعرض الفني المصاحب للأزياء والأسلحة المستخدمة في فيلم خورفكان كما شهد صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وحرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي شهد العرض الأول للفيلم السينمائي التاريخي خورفكان المقتبس من مؤلف سموه مقاومة خورفكان للغزو البرتغالية ضمن سلسلة الأعمال التطويرية في المنطقة الشرقية تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بافتتاح شلال الكهف في مدينة خورفكان والذي هو عبارة عن مبنى خرساني تم أنشاؤه على حافة الجبل المطل على كونيش خورفكان حيث تم تقطيته بنفس المواد الطبيعية الحجرية التي تم قطعها من الجبل لتتخذ شكل الكهف الطبيعي ويتكون المشروع من عدد من النوافذ التي يمكن من خلالها رؤية مياه الشلال المنحدرة من قمة الكهف إلى أسفل الجبل في منظر خلاب وبديع وتم إنشاء شلال الكهف بطول 45 مترا وعرض 11 مترا ويقع على ارتفاع 43 مترا عن مستوى سطح البحر وكمية المياه المستخدمة في الشلال تساوي تقريبا 1500 متر مكعب بالإضافة لذلك قام صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح مطعم الشلال الذي يسعو 84 شخصا ويضم جلسات خارجية تسعو 32 شخصا كما يحتوي على غرفة خدمات ودورات مياه للزوار ويعتبر مشروع شلال الكهف من المشاريع المميزة على مستوى المنطقة لما يحتويه من عناصر طبيعية خلابة تم دمجها لتشكل تحفة معمارية ذات إطلالة رائعة تعكس المستوى الحضاري والمعماري الجميل الذي تتميز به مدينة خرفكان حيث اختار صاحب السمو حاكم الشارقة هذا الموقع المتميز ليتمكن الزائر من الاستمتاع بتجربة المشي والجلوس داخل كهف ومشاهدة تدفق المياه من خلال نوافذه في محاكاة مبهرة للشلال والكهف الطبيعي في إطلالة مباشرة والستنائية على شاطئ خرفكان الجميل بعدها تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بافتتاح مدرج خرفكان الذي يقع على أحد الجبال المواجهة لشاطئ مدينة خرفكان المميز وهو جبل السيدة وذلك لربط المعلم المعماري بالطبيعة والبيئة المحيطة بعدها شهد الحضور عسف السلام الوطني لدولة الإمارات وتبع ذلك العرض العسكري الذي شهده صاحب السمو حاكم الشارقة ومرافقوه كما شهد سموه فيلما وثائقيا عن مراحل إنشاء المدرج والشلال وكافة المشاريع التطويرية وإلى جانب ذلك اطلع سموه على معرض تاريخي مصاحب حول مقاومة أهل خرفكان للغزو البرتغالي والأسلحة التي تم استخدامها كما يضم المعرض صورا للمعركة التي تمت على شاطئ المدينة ويتكون المبنى من المدرج الرئيسي الذي يستوعب 3600 متفرج كما يمتاز بمواكبته لأحدث الأنظمة التكنولوجية في الإضاءة والصوتيات بالإضافة إلى تفرده بتصميم وإنشاء نظام تبريد وبعد تلك الجولة شهد صاحب السمو حاكم الشارقة الفيلم السينمائي التاريخي خرفكان الذي يسطر بطولات أهل المدينة الباسلة في التصدي للغزو البرتغالي وما قدمه الأجزاد من تضحيات جسام للذود عن وطنهم وأرضهم وعرضهم والفيلم مقتبس من المؤلف التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاومة خرفكان للغزو البرتغالي الذي يسلط الضوء على سلسلة البطولات التي قدمها أهل المدينة في صد الغزو البرتغالي الذي اشتاح المنطقة في العام 1507 ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي أفونسو جوبوكيركي كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاما لم يكن لهذا النصر أن يحدث لو لا توفيق الله وتكاتف الجهود وفي الختام تابع صاحب السمو حاكم الشارقة العروض بالطائرات المسيرة لدرون بالإضافة للألعاب النارية التي أضاءت سماء خرفكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر